اكيد سنحكي عن مصر طبعا بنصر كانت حديث من الناس وحديث العالم كلها الأسبوع الماضى أو لهالأسبوع ايضاً بسبب المشكلة اللي كانت حاصلة أكيد بقناة السويس واجنة الحل وقدروا على Surf's Raw وقدروا تتحرر سفين الجنحة وعادة الأمور طبيعية بوم كون العالاء لقناة السويس وأبهرت مصر كالعادة العالم فكانت حديث من الناس للبارحة ايضاً مصر كانت محط انظار الكرة الأرضية كل الأرضية من جميع أنحاء العالم كانوا يتابعوا مصر تحديدا القاهرة بسبب حدث عظيم رح نحكي عنه بأسطنة الأولى واللي هو قد عقدت العهود من عهد فرعون ففي مصر كان أول عقدي إن مجدي في الأوليات عريق من له مثل أولياتي ومجدي أكيد يشاعر أن يتحدث عن مصر العظيمة ففي مشهد تاريخي مهيب انطلق موكب الموميوات الملكية أفوا من المتحف المصري في ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية القاهرة مساء السبت إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفصطات جنوب العاصمة حيث ستستقر الموميوات الملكية في مسواها الأخير وكان في استقبال الموكب الملكي المكون من 22 مومياء 18 ملكا وأربع ملكات لدى وصوله متحف الحضارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأطلق حرس الشرف 21 تلقى تحية لملوك مصر من أمام المتحف وقال وزير الأثار المصري خالد العناني إن الملك أسماء الملوك صعبة شوي فخلينا نقرأها من هذا لأنه وقال وزير الأثار المصري خالد العناني إن الملك سقن الرع سيقود موكب الملوك في رحلتهم الأخيرة إلى متحف الحضارة بطريقة بها إجلال وذلك بعد أنقضوا مئة عاما في المتحف المصري بالتحرير وسار المركب من خلال عربات مزينة برسومات ونقوش فرعونية مجهزة بجو خاص يحتوي على النتروجين حتى تكون المميوات في ظروف مناسبة للنقل طبعا أكيد بهم آثار فرعونية فمهمة جدا الحفاظ عليها فالهي كان فيه جو خاص يحتوي على النتروجين حتى تكون مناسبة للنقل وتحمل كل عربي اسم الملك الموجود بداخلها وسط حراسة أمنية مشددة وتقدم الموكب الدراجات النارية للحرس الجمهوري واستغرق الموكب حوالي أربعين دقيقة قطع خلالها سبع كيلومترات تقدمه الملك سقن الرع من الأسرة الفرعونية السابع عشر القرن السادس عشر قبل الميلاد تخيروا يا جماعة عم نحكي من أيمتها من قرن السادس عشر ستتاش قرن قبل الميلاد وفي مؤخرته الملك رمسيس التاسع من الأسرة العشرين القرن الثاني عشر قبل الميلاد كما ضم الملك رمسيس الثاني والملكة أكيد شهيرة حتش بسوت وتجمع آلاف المصريين لمشاهدة الحدث التاريخي وعلى طول طريق الموكب حيث بدأت مراسم فرعونية من ميدان التحرير لتنطلق العربات التي تحمل مياوات الملوك وسط أجواء احتفالية مهيبة امتدت إلى متحف الحضارة حيث كان حفل موسيقي في انتظار الملوك كما تزين ميدان التحرير بمسلة فرعونية تم جلبها من الأقصر وتم تزيين المباني المحيطة بالأضعاف وافتتع الرئيس السيسي مساء السبت أيضا القاعة المركزية في المتحف القومي للحضارة المصرية الذي استقبل موكب المميوات الملكية وتشمل ما يقرب من 16 ألف قطعة أثرية من الحضارة المصرية عبر عصورها المختلفة منذ عصورها قبل التاريخ ومرورا بالعصور الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية وصولا للعصر الحديث والمؤثر أكيد لكل شاهد الموكب المهيب اللي كان مبارح صراحة موكب يعني كان عظيم شفتوا علاوي للموكب كان تخيل منقول من أكثر من 400 قناة تلفزيونية كان لايف الموكب على 400 قناة تلفزيونية كانوا فعليا عم بيشاهدوه حول أرحاء العالم حدث تاريخي يعني نادر التكرر وكالعادة طبعا مصر أبهرت الكرة الأرضية مصر أرض الحضارات مصر أم الدنيا مهما حكينا عن مصر العظيمة لأنه فيها حقا بالفعل مصر يعني أذهلت الناس خاصة أنه واكب هالموكب كان في احتفالية بحضور عدد كبير من الفنانين العرب والمصريين شفنا يوسترا شفنا هند صبري شفنا نينلي كريم شفنا أسماء كبيرة من الفنانين شاركوا وكان في فيلم وثائق وعرض لتوثيق هاي الرحلة صراحة يعني الموكب فعلا كان مبارح